عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفدي مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد لقائه مع وزير الخارجي البرزيلي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصفدي قال أن الجانبين ناقش بناء العلاقات التاريخية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات متعددة مثل التجارة والسياحة والزراعة الصفدي قال أن العدوان الصهيوني على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة علاقاتنا كما قلت مع البرازيل التاريخية هذا العام نحيي الذكرى الخامسة والستين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واليوم كان فرصة لأن نبحث سبل تطوير هذه العلاقات وزيادة التعاون واتفقنا على أن نجري دراسة شاملة تحدد القطاعات التي يمكن أن نحقق تعاوناً أكبر فيها وأن نبرمج لقاءات دورية لضمان تنفيذ ما يتفق عليه من خطوات تسهم في زيادة التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة السياحة الاستثمار الدفاع وأيضاً قطاع الزراعة بالطبع غزة والكارثة التي تستمر إسرائيل في مفاقمتها كانت محورة بحث موسع بيننا أيضاً ونحن متفقان على أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فوراً على أن المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي هذه الحرب الإسرائيلية على غزة عدوان يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وترتكب إسرائيل خلاله جرائم حرب يجب أن يواجه المسؤولون عنها العدالة وبعد أكثر من خمسة أشهر من هذا العدوان نرفض أي محاولة لتبريره فقتل الأبرياء ليس دفاعاً عن النفس قتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني ليس دفاعاً عن النفس تدمير مجتمع كامل لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن يقبل على أنه دفاع عن النفس من جانبه حثى وزير الخارجية البرزيلية الاحتلال على الاتزام بحل الدولتين لتعزيز استقرار المنطقة كما أدانا محاولات التجني على سكان قطاع غزة والظفة الغربية شكراً لكم جميعاً أخيتي المنسي أيمان صفادي إنه مجموعة لأني ومجمعي أن يكون هناك لي وأيضاً للوفد المرافق لي بأن أكون معكم لنناقش مسائل لها أهمية كبيرة ومسائل ثنائية لها أهمية كبرى والتي سوف تقرب أيضاً بين بلدين وأيضاً مناقشة القضايا الراهنة التي تؤثر ليس فقط على المنطقة ولكن على العالم أجمع في فلسطين وغزة تطلع المملكة للمستقبل وإن احتفالات اليوبيل الفضي تتواكب مع احتفالنا بذكرى الـ 65 لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين بلدين وخلال إقامتي لقد عقدت اجتماعات مثمرة مع الوزير أيمن الصفدي وقد ناقشنا أهمية العلاقات الثنائية والتحدي والأوقات العصيبة التي يمر بها الشرق الأوسط حالياً وقد عبرت عن موقف البرزيبي يرى بأن الموقف الإنساني التي يعانيه الناس في غزة لا يطاق وأنه لا مبرر لي ردة فعل إسرائيل وأن هذه تعكس مرحلة تراجدية لهذا السرع وأنني أكرر وأردد مطالبتي بوقف إطلاق النار وتنفيذي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر كل القنوات المتاحة وأيضاً وإطلاق سراحي الرهائن بإسرع وقت ممكن وأيضاً قد لاحظوا بأن البرازيل قد قامت ببدل جهداً في مجلس الأمن خلال رئاستنا خلال شهر تشرين الأول العام الماضي بهذا يبرز التأكيد على التزام الأردن والبرازيل بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بينما يظهر الدعوة المشتركة إلى إيقاف التصعيد الصهوني والالتزام بحل الدولتين كمفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة راشد المعيطة الحقيقة الدولية